اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان صخر الفنان رامز جلال من لعب الزمالك احمد فتوح خلال استدافته اليوم ببرنامج رامز نيفر اند ووقوعه ضحية لمقالب رامز وذلك عبر شاشة قناة ام بي سي مصر ومنصة شاهد الالكترونية قال رامز جلال عن احمد فتوح معانا ومعاكم اللي تقال عليه كلام مش مسموح اللاعب احمد فتوح اسمع انت سعبت علي لو طلعت ضيف ظريف وخفيف هعمل معاك الواجب رامز جلال عن احمد فتوح اخروا يلم الكارتة في موقف احمد حلمي واضاف رامز جلال ده اخروا يلم كارتة في موقف احمد حلمي ده ان ديلر ما شاء الله ده مش بيركن حصان ده مش بيركب حصان ده بيركب حناطير وبعدما دخل مكان المطعم الذي يتم فيه المقلب دخل الثور المطعم وكسر زجاج المطعم الذي يجلس به احمد فتوح هو يعتقد انه يفتتح مطعما تركيا يقوم رامز جلال الذي يجسد شخصية كبير الطهاب المطعم بدرب فتوح بكعكة في وجهه ولما يصمد فتوح على تلك الفعل وضرب رامز على راسه وقال والله ما كنت عارف اللي ده مقلب اللي ده مقلب